اشتركوا في القناة لأن درجة الحرارة فقط هي المتسببة في تغير حالة المادة أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في تغيرات حالات المادة وتؤدي إلى التغير من حالة إلى حالة أخرى إذن لدي تجربة بسيطة جميلة أنصحك بتجربها مع والديك في المنزل عزيزي المتعلم ما يلزمني فيها إلا كمية من الماء وحقنة أي حقنة طبية الآن لاحظ معي جيدا عزيزي المتعلم أخذ كمية من الماء ثم أقوم بتسخينه إلى درجة سبعون درجة مئوية لذلك استعين بوالديك خاصة أمك إذن هذا الماء يا ترى عزيزي المتعلم هل يبدأ في الغليان؟ لا سبق ورأينا سابقا أن الماء يغلي ويتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند الدرجة المئة درجة مئوية إذن في هذه الحالة سوف يكون في حالة سائلة الآن أخذ كمية من الماء في هذه الحقنة وهذا الماء مع العلم درجة حرارته سبعون درجة مئوية لم يصل بعد إلى درجة الغليانة والتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ثم أسد فوهة هذه الحقنة بإصبعي مثلا الإبهام ثم أسحب هذا المكبس إذن أنا بهذه العملية أقوم بإنقاص الضغط أو التخفيف منه إذن أنا أقوم بالتخفيف وخفض الضغط المطبق على هذا الماء فألاحظ عزيزي المتعلم أنه بالرغم من أن الماء في درجة سبعون درجة مئوية إلا أنه يبدأ في الغليان تتشكل فقاعات ثم بخار الماء داخل هذا الحقنة إذن يا ترى ماذا حدث تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية لكن قبل أن يصل إلى مئة درجة مئوية والسبب أنني قمت بإنقاص الضغط وهنا أستنتج مباشرة أن الضغط من بين العوامل المؤثرة في تغير حالات المادة وهناك أمثلة عديدة مثلا الولاعة والغاز الموجود فيها إذن الولاعة تحتوي على غاز البوتان في ضغط عالي أجد أن هذا الغاز عبارة عن سائل إذن هنا تحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بفعل الضغط وعند تحريره يرجع إلى الحالة الغازية إذن هذان مثالات مثبتان أن الضغط أحد العوامل المؤثرة في تغير حالات المادة الآن تابع معي عزيزي المتعلم هذا المفهوم انحفاظ الكتلة ماذا أقصد بانحفاظ الكتلة خلال تغيرات حالات المادة أخذ هذه التجربة لدي قطعة من الشمع إذن لدي شمع والشمع هو جسم أو مادة في حالة صلبة أقوم بقياس كتلتها على سبيل المثال أستعمل ميزانا إلكترونيا فأجد أن كتلة هذا الشمع هي 200 غرام الآن أضع هذا الشمع في وعاء ثم أعرضه إلى درجة حرارة موقد بنزن أو موقد حراري فألاحظ أن هذا الشمع ماذا يحدث له عزيزي المتعلم نعم يذوب إذن يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة خلال هذا التحول أقيس أيضا درجة حرارة هذا الشمع السائل فأجدها أيضا تبقى 200 غرام إذن الشمع في الحالة الصلبة كانت كتلته 200 غرام وفي الحالة السائلة بقيت 200 غرام إذن دائما في أي تغير من تغيرات حالات المادة فإن كتلة هذه المادة تبقى محفوظة ونفسر هذا معا عزيزي المتعلم الشمع لو ألاحظ بنيته المجهرية أو النموذج الحبيبي هو عبارة عن حبيبات متراصة ومترابطة فرضا لو كانت هذه الحبيبات مترابطة بهذا الشكل تخيل معي ولو أن هذا مجرد مثال لو أنها عدد هذه الحبيبات يكون مثلا ألف حبيبة فرضا ولو أن هذا خطأ لكن فقط من أجل الإيضاح لدي ألف حبيبة وكل حبيبة لها كتلة معينة الآن لاحظ معي جيدا عندما يتحول إلى الحالة السائلة كيف تصبح هذه الحبيبات؟ هل تتغير أو تتشوه؟ لا بل سوف تتباعد فقط إذن الحبيبات لن تتغير ولن تتبدل بل سوف تتباعد إذن لدي ألف حبيبة سوف أجد في هذا السائل أيضا ألف حبيبة لكنها متباعدة ما أعطى له هذه الحالة السائلة إذن ألف حبيبة أعطتني مئة غرب وألف حبيبة ماذا تعطيني؟ أيضا مئة غرب فأقول أن الكتلة تبقى محفوظة أي كتلة الجسم في الحالة السائلة تساوي كتلة الجسم في الحالة الصلبة أي تحول لن تضيع فيه المادة بل ترابط الحبيبات هو الذي سوف يتغير أتمنى أعزائي المتعلمين أنكم استوعبتم هذا الدرس الذي أوضحنا فيه أن الضغط أحد العوامل المؤثرة في تغيرات حالة المادة وليست الحرارة فقط وأيضا أن الكتلة في أي تحول أو أي تغير لحالات المادة أيضا تبقى محفوظة إذن أم صلبة تساوي أم سائلة وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم